كيف تتحدث بداية عن أهمية مؤتمر المصارف العراقية؟ كيف تقيم هذا المؤتمر؟ نعم شكرا جزيلا إلى حضرتك وإلى قناتكم ومشاهديكم الكرام حقيقة أنه المؤتمر المصارف العراقية لهذا العام كان متميز عن كل السنوات السابقة بالعام الماضي لم يكن استطاع الرابطة أو المؤسسة المصرفية بصورة عامة بالعراق أن تعقد مؤتمر كهكذا مؤتمر هذا السنة المؤتمر كان مؤتمر مصرفي بشكل عام وزعمت رابطة المصارف عملية إحياء هذا المؤتمر وإدارته وبالتالي خروج بنتائج جيدة جدا كان أبرز عامل بي أنه المشاركة الفاعلة إلى سيد محافظة البنك المركز الأستاذ علي العلاق ومحافظين بعض الدول العربية التي ساهمت أيضا في هذا المصرف إضافة إلى المصارف العربية التي تواجدها في العراق والتي إلها باع طويل في العمل المصرفي أيضا ساهمت في هذا المصرف النتائج التي خرجت بها هذه اليومين من المؤتمر كانت مخرجات رائعة جدا وغير متوقعة خاصة عندما أعلن سيد علي العلاق محافظة البنك المركزي عن مبادرة تتناغم مع الإرادة الحكومية للاستاذ رئيس مجلس الوزراء للاستاذ محمد الشاعي السوداني في مشروع إرادة لذلك أعلن عن تأسيس مصرف خاص في ريالة الأعمال يضمن منح طبقات الهشة والطبقات في مرحلة العمر لناسب العمل إلى توفير قروض ميسرة جدا لتمشي وتسيير أعمال لهؤلاء الشريحة في مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وحتى المتناهية الصغر بشروط ميسرة جدا وبفوائد قليلة جدا لا تكاد تذكر على هذا الأساس المبادرة التي صارت بهذا السنة ستتولى إكمال مشروع المبادرة التي قام بها البنك المركزي قبل أكثر من خمس سنوات عندما تقدم بمبادرة الخمسة تريليون ووصلت إلى حد 13 تريليون دينار أقرض البنك المركزي مشاريع من هذا النوع لكن حتى تكون هذه المشاريع مبوبة بشكل صحيح ومبرمجة بنتائج واقعية وحقيقية تتناسب مع الحاجة خاصة أنه العراق منذ 20 سنة ولحد الآن يعتمد على الريع النفطي فلذلك هكذا مبادرة وهكذا مشاريع سوف تحاول أن تنتشل العراق من الريع النفطي بشكل كامل وتنوع مصادر تمويل الموازنة نعم الجانب الثاني عفوا عفوا تفضل نعم عفوا الجانب الثاني الجانب الثاني الذي يركز عليه المؤتمر خاصة في هذا اليوم كانت دعوة لكل وزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية وشركات الدفع الألكتروني اللي عاملة بالعراق وبعض الشركات الأجنبية الداعمة إلى العمل المصرفي اليوم كان لقاء وورشة عمل كاملة معهم خرجنا بالنتيجة أنه يجب أن يكتم العمل في موضوع الدفع الألكتروني بعد شن حملة كبيرة وواسعة للثقافة الألكترونية وتنوعها في هذا المجال لأنه أنت تعرف ويعرفون مشاهديكم أنه بالعراق لحد الآن هذا الموضوع كان عاجزين عن تنفيذه الآن لا أصبح في مجال التأسير وبدأت فعلا هناك على سبيل المثال عشر مؤسسات خمسة بالرصافة وخمسة بالكرخ في مجال وزارة النفط واستخدام أجهزة الدفع الألكتروني بتأدية التزامتها وستمتد هذه على كل المجالات نعم على ذكر قضية الدفع الألكتروني أستاذ عبد الرحمن ما هي المشكلات المتبقية ما هي المشكلات التي تشوب عملية الدفع الألكتروني في العراق حاليا نعم سيدي الكريم أنت تدري يعني العراق خلال هذه الحقبة من العاقديين العشرين سنة يعني تراجع بكثير من المفاصل الحياة اليومية ومنعدها مثلا التطور التكنولوجي فلذلك لحد الآن نادرا ما نتعامل في هذا الموضوع في موضوع الدفع الألكتروني أو أجهزة الأو بي اس في حين مثلا البقي المركزي وبرئاسة تحت رئاسة الأستاذ محمد علي العلاق صدي خلال عام 2019 صدر بيان على العمل بهذا المشروع لكنه لم يرى النور إلا هذه السنة وبشكل جدي ولذلك سيتم فتح حسابات لكل المصارف أو كل الشركات والمعامل والمنشآت في المصارف حسابات لغرض تزديد عبر أجهزة الأو بي اس السنة التي هي للدفع الكتروني وهذا طبعا بها بهوائل إيجابية كبيرة جدا جدا كبيرة سوف تنقذنا من كثير من المشاكل نعم قبل أن نودعك سيد عبد الرحمن يعني خاصة هو العامل الثقافي يعني نعم واضح جدا قبل أن نودعك سيد عبد الرحمن يعني ما الجديد إذا نسأل فيه جهود ضبط سعر الدولار كيف تعمل النافذة الإلكترونية هل بات العراق ملتزما بشكل كامل بالشروط الدولية والعالمية في عمليات التحويل وشفافية سيد الكريم أنا أعتقد يعني كان للبنج المركزي وبالتعاون مع رابطة المصارف في العمل بهذا الاتجاه يعني حتى موضوع الدفع الإلكتروني لو تلاحظ أن هذا الموضوع رح ينقذنا من كثير من المشاكل لأنه رح تكون العمليات الإلكترونية ممكن أن تتسرب أموال إلى جهات محظورة ولذلك الالتزام الكامل اللي كنا نتعاهدنا بالالتزام منذ اللقاءات اللي انعقدت في إستنبول وثم في واشنطن حول هذا الموضوع تم الالتزام بشكل كامل لكنه بقت حالة اللي تسرب اللي يكون أحيانا أثناء البيع النقدي لبعض التجار اللي غير مسجلين في المصارف ولا حسابات مصرفية لهم فعلى هذا الأساس ومن خلال هذه المبادرة مالت الدفع الإلكتروني وفتح حسابات لكل الشركات في المصارف الأهلية والحكومية سوف تنتفي هذه الظاهرة إلى النهاية ولذلك أعتقد وجازما أنه ملاحظتنا أو مشاهدتنا إلى انخفاض سعر الفرق بين العملة المحلية والعملة الأجنبية باتت واضحة للجميع وبذلك نلاحظ أن هناك نوع من الاستقرار في السعر قد يتفاوت بسبب قانون تجاري عام هو العرض والطلب لا أكثر نعم من بغداد الخبير المالي والمصر في عبد الرحمن الشيخ شكرا جزيلا لك